قال نائب رئيس البنك الافريقي لتصدير والاستيراد كنيانو أونو قال إن معرض التجارة البينية الافريقية الذي تصطديفه القاهرة في الفترة ما بين التاسع والخامس عشر من نوفمبر المقبل يسعى إلى تجميع المصدرين والمستوردين والمستثمرين الأفارقة في مكان واحد مع تعريفهم بفرص الاستثمار بكل أنحاء القارة الافريقية مؤكدة أن المعرض منصة باتجاه تفعيل منطقة التجارة الحرة القرية وأشارت إلى أن المعرض الذي تصطديفه القاهرة للمرة الثانية بعد استضافة دورته الأولى عام 2018 يهدف إلى التعامل مع المشكلة الرئيسية والتي تحول دون تعزيز التجارة البينية الافريقية وهي نقص الوصول إلى معلومات الأسواق وفيما يتعلق بالاتفاقات والصفقات التجارية المتوقعة من هذا المعرض ذكرت أن الهدف هو 43 مليار دولار من الصفقات التجارية ترجمة نانسي قنقر